طبعاً نضم إليه في هذه الفقر اللاعب محمود أكرم لاعب نادي الزرق السابق ولاعب نادي المصي الحالي أنا وسام حمود أزاكا كبتر أتو أحبو يا حبيب الله أخي 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 أقول لك أنت يعني بدأت في نادي الزرق ودلوقتي في نادي المصي يعني إيه راي كبتر المصي نادي المصي نادي كويس ومن نوادي الحلوى إن شاء الله وإن شاء الله نحاق حاجة السنوات كويسة إن شاء الله حبيب ونعمل حاجة تلعيب مميزة محمود أكرم يعني من لعيبة المميزة في القطاع رب أنا خليك كابتون أحمد وإن شاء الله نقدم حاجة حيرة ونصول واحد يشتغل على نفسه وعلى مجهوده وإن شاء الله نوصل لحلمنا وإكتد وكل مكتاب المسيح إن شاء الله حمد ليبي طبعا إنت إحنا بننفرد طبعا بالموهبة الغنائية اللي عندك تمام فإحنا عايزين نسمعه كده لإحنا سمعنا صورة كان حاجة كويسة كده محضر لنا حاجة كده طب الله سمعنا كده محمد بحر الأموم يا ليل لابد ليه البار واللي دور الناس لازم في يوم ينضار يلي معك المال وفكر دايما لك حرّص من الأيام لينقل بحالك وبعد أيام الحلاوة وبعد أيام الحلاوة تدوس عد المور ماشين في الدنيا ومش عارفين واغدان ألفين من هم الأم الحري الدم ولم لحين بين عاشر ناس وابني وفيهم ما يستهلوش يتشافوا ملايكة وأفعلهم أفعل شياطين وبحر الدنيا المبتوحنا شمال ويمين والشط بيبعد وبنصرخ ويسمع مين لو في أشياء هنتعلق فيها وانعوم كويسة دا انتا حاجة والله كويسة أخلاق الصعيد من المدربين المحترمين مدير فن العلفين وخمسة بنادي الكابتن باسم برضو عليه رحمة الله الكابتن ايهب توفيه مدير شؤون اللاعبين طبعا دوات اللاعبين المنضمين حديثا لقطاعي الناشئين في الأندية الموجودة معنا من الملعب المميزين صراحة يعني اللي كان سبقا لهم يعني فيه لعيبة مميزة اللاعب أحمد نص الدين واللعب طبعا محمد مصطفى لعيبة مميزة جدا واللعب محمد عمر اه ايوة محمد عمر لعيبة 2011 من العيبة المميزة اه محمد يعني انت الحاجات ديات انت اه اه اتقنتها فين مع نفسك كده اه حافظه مع نفسك دندنة كده مع نفسك بتحفظ اغاني لكن مفيش كلمات من نفسك كده نعم مفيش لكن انت بتحفظ فقط لغيس يعني دي حاجة كويسة يعني كده حاجة كويسة محمد يعني انت هدفك ايه انت مثلا عايز توصل هدف ان انا نفسي الموهبة دي عايز تنميها حابب المجال نفسها تحط في المكان ده يعني حابب في المجال والموهبة دي موجودة فيك موجودة الحمد لله ربنا وفعك يا محمد كده وكرمك ربنا محمود يعني كلمني كده في وجالة حابب توجه شكر خاص لمن بقى اللي ساعدك في المجال باشكر كل الناس اللي بتاقف جنبي يعني طبعا اهلي طبعا دوري رقم واحد في حياتي ومن خيره مع لي وباشكر الكبات كتيرة اللي بتسندني بتاقف جنبي باشكر حضرتك على الاستقبال حبيبي وحنا بشكرك يا محمود باشكر جميلة محمود محمد حابب توجي شكر لمن كده يعني الناس اللي هي جدعان بصراحة الناس اللي هي بتحب الخير للناس طبعا دور رقموا شكر خاص لهم ماشي وحنا بشكرك يا محمد يا انت حاجة طيبة كده وربنا وفعك ان شاء الله في قادم طبعا انتظرونا ان شاء الله كل يوم ثلاثاء على قناة الصحة وجمال وبرنامجكم برنامج ملاع بلدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته